بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم كثيراً الله قال الكثير من الأشياء في نفسنا ولكننا لا نرى الواقع. ماذا هو المشكلة؟ هذا ما أحاول الآن أن أحاول هذه المشكلة المشكلة. أولاً، دعونا نرى المشكلة المشكلة محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنه يجب أن يكون في مضيطة مضيطة محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه هو شخص مضيطة مضيطة و هو هو مضيطة و هو شخص مضيطة. يقوم بسهوله و يسأل الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يحتاج ولكن قال ولكن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام فإنه يستجاب لذلك قال إن هذا هو شخص مضيطة مضيطة ومعضت لكل مضيطة في حياته لكل مضيطة، كل مضيطة، كل شيء من حرام يعني أنه لا يسأل الله تعالى قال فإنه يستجاب لذلك فإنه يستجاب لذلك يقوم بلده بالحرام لذلك فإن مستجاب لدينا مناسنا من هذا الطريق فلننتعي الى الأعجلة الآن لنا أجعل التالي بحيث بأنه يوميطة لكن ولكن بعض المصارحة بحيث بأن الله لديك 4 طريق طريق نما نعطي لدعا وما نعرف فقط واحد. ما سنقلها أن تخبرك عن الأخرى الذي سنجدك من العمل. واحد المعنى الذي نعرف كما نعرفه. أسأل شيئا و الله يساعده exactly كما أريد. مثال، يا الله أساعدني في منطق أدخالي في هذا المنطقة في هذا المنطقة في هذا المنطقة أساعدني من هذا النبي من هذا الرجل فالثم نحن ذاك كما أتدخل ثم أجل الله دعاء الأنفعة تقريباً أتصاد فيها من أعلى هذا هو كان الأمر اولا وعندما نحن 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 الآن الإنسان سيئة أعطي الله أخبر الله هذا سمع أسهل أنا أحب هذا و لم أكن اعرف دائماً بأن هذا لا يمع لنهي لن أفهم ولكن يستعمل أن أعتقد أن أتعالي لكن هذا لا تلدي خير مني لكن لأنني قام بإطلاع هذا سيكون أحد مرة أخرى من أفضل أ سيكون أين ايضا ب ب الذي لم يكن من أن أطلق لجلب دعاء لذلك أخذت أهلا أ حسنًا لا يستطيع خير الله يستطيع بها ب ب بحيزت من هنا وفي الإطلاع إذا أحد عن دعاء سيكون ممتع من رزق إذا لم أرسل الكثير سيكون هناك ليس ممتع من رزق لذلك عندما أرسل الكثير هذا لا يحدث و هذا سيأتي لذلك الكثير من رزقنا يأتي لنا بسبب دعا سيئة 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 لديها لا يوجد خير ولكن لا أعرف ولكني يجب أن أعطي في غير ذلك ممتع من هذا يوجد شئة سيئة 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 في طريقة لأنني أدعا سيئة أو سيئة سيئة لأنني أدعا كما أنني أدعا أدعا أصبح سيئة السيئة سيئة في قدر سيئة 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 لأنني أدعا سيئة سيئة لأحدث سيئة 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 من الأشياء المحاولة التي لا نحن لا نعرف هذا الثاني الثاني سيئة 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 بسيئة حسنات في حسنات سيئة لأعين حدثة سيئة 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 عن عجل أكثر الدنيا. This is the saved unrespondent أدعية that you used to make in their judgments. Amazing. So the end results. Don't give up making dua whatever happens to you, regardless of what you wish from the response, because it's not you or me who decides the form, the shape, the time of the response. It's Allah subhanahu wa ta'ala. And always believe that you have four different ways. Providing that, insha'Allah, you are not from the first category, who have the obstacle. For example, if I'm a very tough person with my parents, always disrespecting them, this is an obstacle. My dua will not be accepted aslan. If I'm someone who does not care with the haram or making it justice, my dua does not respond aslan. It's out of discussion. Providing, insha'Allah, insha'Allah, none of us from those always keep in your mind. Just keep making dua and be sure that one of the four is for you. and you never know how many rizq and khayr is coming to you because of your dua. So let's, from this moment always, enjoy dua. You will not lose one second of dua at any moment. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your adi, azza'Allah khair. sallam alaikum.